أستاذ زهيبا تعليق حضرتك إيه على كلام أستاذ به؟ الحقيقة يمكن أستاذ بهجد أشار إلى بعض الرؤية اللي بيشوفها المواطن المغترب وأنه فيه البعض فعلا بيحاول أنه يشكك فيه الانتماء وبيحاول أنه يحث البعض على أنه عدم المشاركة وأنه وجوده أو صوته هو مجرد تحصيل حاصل إلا أنه يمكن على الرغم من الصعوبات وعلى الرغم من هطول المطر يمكن هنلاقي أنه فيه المواطنين المصريين بالخارج ابتدون هم ينزلوا لمقار الاقتراع ويشاركوا مشاركة فعالة في الاستحقاق الانتخابي الأهم والأبرز لاختيار رئيس الجمهورية لست سنوات قادمين يمكن الهدف من هذا هو استكمال عملية التنمية التي تمت خلال السنوات الماضة بأي طريقة أو بأي أولويات هذا طبعا وفق اختيارات المواطنين لأيدولوجيات المرشرحين المختلفين الأحداث التي تحيط بنا في المنطقة مثلا الاعتداءات التي كانت موجودة على غزة ولمنسبة هي مستمرة حتى هذا الصباح وعادت مرة تاني هل هذا ممكن يكون منعكس على الانتخابات منعكس على الشعور بيئة المسؤولية في أني أكون بقول صوتي في هذه الانتخابات أكيد الأحداث في غزة كانت مؤثرة بشكل قوي على الانتخابات المصرية أولا في بعض الأحيان خفت الاهتمام بشكل كبير من أخبار الانتخابات للأسف أنا بس هنوه عن حاجة بس يا أستاذ هيبة وسيب حضرية تكملي نقطتك أنه الصورة اللي أمامنا دلوقتي هي من غرف العمليات اللي بتتابع سير العملية الانتخابية اللي هي المصريين في الخارج دي أربع غرف للأربع مرشحين الرئاسيين زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي على الهواء مباشرة أرجع مرة تانية يا أستاذ هيبة وسيب حضرية تكملي نقطتك للأسف الأحداث في غزة كانت مؤثرة بشكل كبير على خفوط الاهتمام بالانتخابات المصرية يمكن كان الوقت ضغط جدا في عرض البرامج الانتخابية كانت الاهتمام الأكبر من المواطن وفي الشارع المصري كان الاهتمام الأكبر بالأحداث في غزة وحجم المصاب اللي بيتعرض لأهلينا في فلسطين يمكن ده صرف النظر بشكل كبير عن الانتخابات ويمكن ده كان محتاج مجهود كبير من المرشحين لمحاولة تعديل الدفة لعرض برامجهم واستقطاب جزء كبير من المواطنين واستقطاب اهتمامهم لبرامجهم المختلفة يمكن ده كمان كانت مؤثرة بشكل قوي على طريقة شرحهم للبرامج الانتخابية المختلفة وأولوية القضايا واهتماماتهم وطريقة عرضهم وطريقة تواصلهم مع المواطنين كانت أحداث غزة كانت لها تأثير قوي في تواجدهم على الأرض يعني مش العكس يعني يمكن البعض يتصور أنه بالعكس ممكن يكون أنا مهتم أكتر أني أقول صوتي وأصوت في هذه الانتخابات بسبب خطر أنا أشعر لي فحريك تقولي لأ ده ممكن يكون أثر كمان على فكرة الدعاية فكرة شرح البرنامج الانتخابي المواطن انشغل يمكن في الفترة في فترة الدعاية يمكن كان التأثير كان في أن هو عمل خفوط شوية في النظرة للقضية الانتخابية يمكن على الجانب الآخر كان في مسئولية أكبر لازم أن أنا أنزل وقد إيه مهم أن أنا أو المواطن استشعر الخطورة بأنه لا صوتي في الوقت ده أصبح ليه أهمية أكبر مما قبل الأحداث في غزة يمكن دي كانت من أحد المؤثرات اللي كانت ليه الأحداث في غزة وأنه قد إيه التحدي ده والتحديات اللي بتواجه الدولة من سنين كانت من المؤثري من الحاجات المؤثرة لتعزيز أو من المؤشرات اللي بتقول أنه احتمالية تدفق الناس على المشاركة في الانتخابات الحالية هيكون أكبر بسبب الاستسعار الخطر اللي الناس حاسة به وبالتحديد الأمن القومي خاصة من جهة الشرق وأحداث غزة الحالية إيه التحديات اللي بتواجه رئيس الدولة المصرية ما بعد الانتخابات؟ الحقيقة هي التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية تحديات كبيرة يمكن دولة المصرية هي دولة كبيرة وفاعلة ويمكن الدولة مؤثرة لذلك القضايا الهمة بالنسبة لها هي قضايا جوهرية وقضايا على المستويين العربي والإقليمي والدولي هي قضايا قوية وفاعلة من أهم التحديات على المستوى الدخلي هي أولا الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها المجتمع المصري بكافة طبقاته وكافة شرائحه دي يمكن أهم تحدي بيواجه الرئيس القادم على الجانب الإقليمي يمكن عندنا الحدود الثلاثة للدولة يمكن حدود شائكة ممكن تكون الأربعة كمان نحن بنتكلم كمان على هجرة غير شرائية فللأسف الأربع جهات مش تلاتة بس يعني إحنا كنا بنحاول نهون عليه شوية الخطر بس هؤلاء الأسف هم الأربع جهات فعليا يعني بيصابوا أو مهددين بالخطورة طول الوقت يمكن الملفات مش هنقول إن هي هدية أو ساكنة لا للأسف الملفات في الأربع جهات هي ملفات مشتعلة طول الوقت ومحتاجة تركيز ومحتاجة معالجة من الجذور كمان توطيد العلاقات مع العلاقات الدولية وفتح جهات تواصل أكتر وشراكات أكبر دي برضو من الحاجات الهمة اللي من الواجب على الرئيس القادم اللي يكون مهتم بيها من أرض أيضا من التحديات اللي بتواجه الرئيس القادم هي الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بيعاني منها الجميع في العالم وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الاستثمار وإزاي إن هو يقدر في ظل هذه التحديات العالمية إنه يقدر يحسن من حالة الاستثمار بالداخل وجذب استثمار أجنبي واستثمار وطني وتعزيز طبعا المكون المحلي في الصناعة وتعزيز الكطاعات الزراعية والصناعية وتعزيز الاتفاق الذاتي والاعتماد على الداخل المصري خاصة في ظل التحديات اللي بتواجهنا طول الوقت وبشكل مفاجئ وخالة قد إيه اهتمام أو قد إيه بقى مهم إن الدول تكون بتعتمد على نفسها بأكبر قدر ممكن من الانتاج الزراعي والصناعي والمنتج المحلي بكافة أشكاله أنا طبعا بشكر حضرتك أستاذها هيبا زين الباحثة بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية بشكر حضرتك على هذه القراءة